تتعدد مآسي حرب الميليشيا في اليمن فمن الموت إلى المرض باتت المجاعة تهدد اليمنيين في العديد من المحافظات هذا ما جددت التحذير منه منظمات أممية آخرها ما كشفه تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن اليمن باتت تقع ضمن الدول العاشر الأكثر تضررا من المجاعة التقرير الصادر من المعهد العالمي للبحث في السياسات الغذائية أشار إلى أن اليمن تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا معززا ذلك بتقارير أممية أخرى صدرت في وقت سابق أشارت إلى أن أكثر من عشرة ملايين شخص في اليمن باتوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عشر محافظات من أصل 22 محافظة هذه المنظمات بدورها اعتبرت أن ارتفاع نسبة المجاعة في اليمن مثل إضافة إلى بؤس العديد من المواطنين الذين يعانون وضعا صعبا بسبب ظروف الحرب التي أدت إلى انتشار العديد من الأوبئة حيث كشفت تقارير صحية في اليمن عن تسجيل أكثر من 11 حالة إصابة بمرض الكوليرا انهيار للأمن الغذائي والصحي معا وتلاشي الأمل في الحل السياسي لا سيما وأن نداءة السلام الموجهة إلى الميليشيا لم تلقى استجابة تذكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر